اشتركوا في القناة 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 شكرا شكرا اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة 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 شكرا شكرا اشتركوا في القناة 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 هذه الأولى مقدمة والثانية الجملة الثانية مقدمة مقدمتان والثالثة النتيجة أنا وجدت بعد أن لم أكن وما وجد بعد أن لم يكن لابد لهم من مكون هتاني مقدمتان النتيجة أنا لابد لي من مكون هذه طريقة وتوجد طريقة أخرى أنا متغير وكل متغير لابد لهم من مغير هتاني مقدمتان النتيجة أنا لابد دليل من مغير أي لابد دليل من خالق أبرزني من العدم إلى الوجود هذا يقال عنه دليل عقلي على وجود الله أحفظوه وحفظوه أولادكم الصغار والكبار والذكور والإناث كل منكم ليعرفوا ليحفظ دليلا عقليا على وجود الله لأن هذا من فروض الأعيان كما قال إمام أبو الحسن الأشعاري وأهل السنة استدلوا كذلك بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ الآية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ثم قال عليه الصلاة والسلام وين لمن قرأها ولم يتفكر فيها قال وين لمن قرأها ولم يتفكر فيها معناه واجب على المؤمن أن يكون عنده ولو دليل واحد عقلي على وجود الله ما معنى أن يتفكر في هذه لأن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الإنسان العاقل إذا نظر في خلق السماوات والأرض يقول هذه السماء كيف هي ممسوكة هكذا وهي جرم له سمك له سمك له كثافة السماء جرم صلب جرم كثيف ليست غازة ليست هواء كيف هي هكذا ممسوكة من غير هذه الأعمدة لا يوجد لها أعمدة تحملها سماء فوق سماء سبع سماوات وهذه الأرض كيف هي هكذا معلقة في الهواء ليس لها كيس يحملها ولا يحملها إنس ولا يحملها جن كيف هي ممسوكة هكذا بقدرة الله سبحانه وتعالى فإذا لابد العقل يقول أنه لابد أن يكون خالق هو خلق هذه السماوات وهو خلق هذه الأرض وهو خلق كل شيء وكذلك اختلاف الليل والنهار أليس على الترتيب الليل على الترتيب كل سنة يتكرر والنهار على الترتيب كل سنة يتكرر وفي الصيف يتكرر الترتيب لا الليل يأكل حصة النهار ولا النهار يأكل حصة الليل كيف هذا الترتيب هكذا بقدرة الله سبحانه وتعالى إذا واحد تفكر صاحب العقل السليم إذا تفكر استعمل عقله كما يجب وفكر تفكيرا صحيحا هذه النتيجة التي يصل إليها أن هذا العالم لابد له من خالق خلقه ليس صدفة كما يقولون ملاحدة يقولون صدفة يقولون العالم وجد صدفة وبعضهم يقول والإحياذ بالله يقولون كلاما سخيفا كفريا ولكن سخيف يقولون العالم خلق نفسه بنفسه هذا كلام فاسد لا يقبله العقل هذا كلام فاسد لا يقبله العقل معنى قولهم العالم خلق نفسه بنفسه أن العالم كان موجودا قبل أن يكون موجودا هل هذا يصح؟ هل هذا مستقيم؟ لا كيف يكون الشيء موجودا قبل أن يكون موجودا؟ لا يصح لأنهم قالوا خلق نفسه من نفسه فهو باعتبار كونه خالقا على مطلع كلامهم يكون موجودا لأن الخالق لا بد أن يكون موجودا حتى يقلق باعتبار كونه خالقا لنفسه كما هم زعموا فمعنى ذلك أنه كان موجودا قبل أن يكون موجودا لأنه حادث لم يكن ثم كان هل هذا مستقيم؟ لا ليس مستقيم هذا باقب هنا قاعدة نحفظوها كل ما أدى إلى المحال فهو المحال الكلام الذي أدى إلى المحال فهذا محال فالقائل إن العالم خلق نفسه بنفسه كلامه يؤدي إلى المحال ما هو هذا المحال؟ إلى كون العالم كان موجودا قبل أن يكون موجودا وهذا محال وما أدى إلى المحال فهو محال فثبت مطلان هذا القول أنه فاسد وثبت المطلوب وهو أن هذا العالم لابد له من خالق أبرزه من العدم إلى الوجود وهذا الخالق وهو الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يكون مثله هنا أيضا قاعدة عقلية ثانية أحفظوها سهل جدا الشيء لا يخلق مثله الشيء لا يخلق شبيهه الجسم لا يخلق الجسم هذا العالم ما هو هذا العالم؟ إذا واحد سألكم ما هو هذا العالم؟ تقولون العالم عبارة عن أحجام وصفات الأحجام هذا هو الجواب العالم عبارة عن أحجام وصفات الأحجام والأحجام عبارة عن نوعين أحجام كثيفة طبط بليات تمسك بليات هذا يقال عنه حجم كثيف لأنه يمسك بليات والإنسان حجم كثيف يمسك بليات والشمس كذلك والقمر والأرض وهذه الخشبة هذه أجسام كثيفة أي تمسك بليات تضبط بليات وأجسام لطيفة لا تمسك بليات الريح الآن الريح موجودة الهواء ينتشر هكذا في الأماكن هذا يضبط بليات يمسك بليات لا النور الذي يخرج من اللمة والنور الذي يخرج من الشمس والنور الذي يخرج من القمر هذه أجسام أجرام أحجام لكنها لطيفة ما معنى أحجام يعني الآن هذا النور الذي في هذه القاعة هنا في لوزان هذا يضيع كل لوزان منتشر في كل لوزان لا فإذا هو له حجم هذا معنى له حجم الشمس تضيع كل وجه الأرض في وقت واحد لا معنى هذا الضوء الذي يخرج منها له حجم صحيح ورطيف لا يمسك باليد لا يضبط باليد لكن له حجم هذا الضوء له حجم كذلك الروح الموجودة فينا ونحن أحياء هذا الروح شيء لطيف لا يمسك باليد كذلك الملائكة الملائكة يخضرون مثل هذه المجالس ويحفون الحاضرين بإذن الله بأجنحتهم وكل واحد مننا ما هو حفظ من الملائكة عشرة الإنسان ما هو عشرة من الملائكة هل نمسك بهم هل نراهم في العادة لا نراهم ولا نمسك بهم لكنهم موجودون هذا شيء ثابت ثبت في القرآن وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهؤلاء الملائكة مداموا على أصل خلقتهم هم أجسام أحجام لطيفة وكذلك الجن الجن على أصل خلقتهم أحجام لطيفة هذا هو العالم أحجام كثيفة أو أجرام كثيفة وأحجام لطيفة أو أجرام لطيفة وصفات هذه الأجرام النور الذي يخرج من الشمس حار نوره ولكنه حار الضوء الذي يخرج من القمر معتدل ضوء لكنه معتدل ليس حار الريح وليس الآن الهواء في الخارج بارد في الصيف كيف يكون لا يكون باردا له صفة هذا الجسم اللطيف له صفة الإنسان أحيانا يتحرك أحيانا يسكم الإنسان العرش العرش المجيد الذي خلقه الله تعالى وهو ليس بحاجة إليه وجعله سقف الجنة ثابت ساكن السماوات ساكنة الأرض ساكنة النجوم متحركات دائمة الإنسان مرة يسكن مرة يتحرك هذا العالم الأجرام اللطيفة الأجرام الكثيفة صفاتها من الحرارة والبرودة واليقوسة والعفوصة والملوحة والحركة والسكون هذه من خلقها كل هذه من خلقها الله الله الذي خلق هذا العالم وهو عبارة عن أجرام أحجام كثيفة ولطيفة والصفات هذه الأحجام لا يجوز أن يكون مثل شيء من هذا العالم لا يجوز على الله أن يكون حجما بالمرة لأنه لو كان حجما لما كان خالقا لهذا العالم قلنا قاعدا الشيء لا يخلق شبيهه الشيء لا يخلق مثله الجسم لا يخلق الجسم هذا العالم قلنا أحجام وصفات الأحجام الله خلقه فإذا الله سبحانه وتعالى ليس حجما بالمرة لا هو حجم صغير ولا هو حجم وسط بين الصغير والكبير ولا هو حجم كبير ولا يجوز عليه سبحانه ما يجوز على هذه الأجرام من الصفات الحرارة البرودة الحركة السكون ما معنى الحركة فضو هذه المعلومات مهمة جدا هذه في العقيدة الحركة معناها انتقال الجلم من مكان إلى آخر ما معنى السكون ثبوت الجلم في مكان إذا حفظتم هذا تستفيدون أدلة قوية الحركة انتقال الجرم من مكان إلى آخر لاحظوا الجملة انتقال الجرم ما معنى الجرم الحجم من مكان إلى آخر يعني في جرم يوجد جرم ينتقل من فراغ يشغله إلى فراغ آخر يشغله الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء فليس حجما ولا يجوز أن يكون شاغلا حيزا من الفراغ لأن ما يشغل حيزا من الفراغ لا يكون إلا حجما والحجم مخلوق والله خلقه فإذا لا يجوز على الله أن يكون في جهة ولا يجوز على الله أن يكون في مكان وما ورد من آيات وأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم مما يوهمه ظاهره خلاف ذلك لا شك ليس المقصود به ذلك الظاهر لماذا؟ لأن الله قال ليست مثله شيء الله لا يشغل شيئا ولا يشغله شيء إذا ورد نص في القرآن أو في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يوهب ظاهره خلاف ذلك فليس المقصود ذلك الظاهر لأن القرآن لا يتناقض لا يناقض بعضه بعضا القرآن يعضب بعضه بعضا يؤيد بعضه بعضا والله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم منه أي من القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب منه أي من القرآن آيات محكمات هن أي آيات المحكمات أم الكتاب أي الأصل والمرجع الذي يرجع إليه في تفسير كل الكتاب يعني أي آية إذا أريد تفسيرها لابد أن يكون هذا التفسير منسجما مع ليس كمثله شيء إن لم يكن منسجما يكون هذا التفسير باطلا لأن القرآن لا يتناقض ولأن الله قال هن أم الكتاب يرجع دائما إلى أم الكتاب عرفتم ما معنى هن أم الكتاب الأصل والمرجع الذي يرجع إليه في تفسير كل الكتاب كل القرآن هذه قواعد مهمة جدا احفظوها بارك الله فيكم وجزاكم خيرا يعني حين تسمعون قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى هذه آية في القرآن ننظر في كلمة استوى كلمة استوى قال الحافظ أبو بكر بن العربي وهو حافظ ومتبحد قال لها خمسة عشر معنى لها خمسة عشر معنى ننظر في هذه المعاني هذه المعاني منها ما يليق بالله ومنها ما لا يليق بالله يليق بالمخلوق نحن نفسر آية الرحمن على العرش استوى يعني في حق من هنا في حق الله كيف هذا اللفظ على أي معنى يحمل على المعنى الذي يليق بالله ليس على المعنى الذي يليق بالمخلوق ولا يليق بالخالق وإلا يكون عارض الذي فسر الآية على الوجه المعارض لآية ليس كمثله شيء عارضها عارض المحكم فتفسيره باطل في لغة العرب يقال فلان استوى على الدابة يعني جلس على الدابة هذا من من يخصر هذا من المخلوق يقال فلان استوى على الدابة استوى على كرسي جلسا استقر قعد على الكرسي هذا في حق المخلوق يقال فلان استوى عن عوجاج يعني اعتدى لكان معوجا ثم استوى صار مستويا في جلوسه هكذا صار مستويا هذا في حق المخلوق يقال هذا استوى أي اشتد عوده كان ضعيفا فاستوى اشتد صار شديدا قويا سفينة نوح كما جاء في القرآن الكريم واستوت على الجودي أي استقر سفينة مخلوقة لا حجم السفينة استقرت على جبل الجودي في الموصل في العراق شيء مخلوق يقال استوى الرجل أي ذهب شبابه استوى الرجل ذهب شبابه يقال استوى القمر بدرا أي تم أليس القمر يمر في مراحل فإذا تم بدرا يقال في لغة العراق استوى القمر بدرا تم تم بعد نقصان فلا يجوز على الله لا يجوز على المخلوق أما على الله لا يجوز ذلك لا يجوز أن نقول عن الله كان ناقصا وتم له عوذ بالله وكذلك يقال استوت الفاكحة يعني صارت في الوقت الذي تطلب فيه للأكل عادة واستوى الشاي واستوى الطبيخ موجود في لغة العرب ويعرفه الناس كل هذه المعاني تليق بالمخلوق ولا تليق بالخارق استوى بمعنى قهرة بمعنى خفضة بمعنى أبقى هذا يليق بالله سبحانه وتعالى قال الله تعالى وهو الواحد القهار من سجن هذا التفسير مع القرآن وهو الواحد القهار كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تعار من الليل استيقظ اثناء تقلبه يقول لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار هكذا كان يقول الرسول الليل صلى الله عليه وسلم فضو هذا الذكر هذا الدعاء فضوه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تعار من الليل يقول لا إله إلا الله الواحد القهار الواحد القهار يعني يسمى الله القهار لأنه قهر كل شيء وجاء في القرآن الكريم والله تعالى هو حافظ العرش من الهوي من أعلى إلى أسفل لأن العرش جسم صرد أكبر جسم خلقه الله العرش لو لأن الله حفظه من الهوي من أعلى إلى أسفل ماذا كان يصير به؟ كان يحصل له هوي من هناك إلى أسفل الله تعالى ما شاء أن يخذق جسما أوسع من العرش ولو شاء هو قادر على ذلك ليس عن عجزه والعرش له امتداد ينتهي إليه ليس ممتدا إلى ما لا نهاية فإذا واحد سألكم طيب لما خلق الله العرش الجواء اظهارا لقدرته ولم يتخذوا مكانا لذاته يوجد حول العرش ملائكة حافون به عددهم أكثر من عدد سائر خلق البحر هؤلاء الملائكة الحافون حول العرش إذا رأوا هذا العرش العظيم المجيد يزدادون يقينا في كمال قدرة الله هم عندهم يقين لا شك لكن يزدادون يقينا في كمال قدرة الله ويزدادون تعظيما لله تبارك وتعالى لذلك خلق الله العرش كما جاء سيدنا علي اظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته لأن الله ليس حجما الذي له مكان هو حجم الذي له شكل حجم الذي له صورة حجم الذي ينتقل حجم ينتقل من مكان إلى مكان يكون هنا يصير هنا وفسرنا ما معنى الحركة يعني يتحرك فالله سبحانه وتعالى لا يقال عنه ينزل من فوق إلى تحل من جهة العرش إلى السماء الدنيا كما تقول الوهابية لا هذا لا يجوز على الله تبارك وتعالى الله كان موجودا قبل العرش وقبل السماوات وقبل الأرضي وقبل كل شيء ماذا يقال عن وجوده قبل كل شيء كان موجودا بلا جهة ولا مكان الله لا يتغير كل المسلمين يقولون سبحان الذي يغير ولا يتغير كل المسلمين يقولون هذا هذه كلمة صحيحة الله يغير لكن هو لا يتغير أقوى علامات الحدوث التغير فلا يجوز على الله أن يكون متغيرا فإذا واحد قال لك أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فأغفر له هل من داع فأستجيب له هل من سائل فأغطيه فقل نعم الرسول قال ذلك صلى الله عليه وسلم وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يمهل حتى إذا مضى شطه الليل الأول أمره ناديا فينادي إن ربكم يقول هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطيه هل من داع فأستجيب له حتى ينفجر الفجر من القائل الحديث الأول من قاله الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث الثاني من قاله الذي رواه النسائي في كتاب عمل اليوم والليلة الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم مفسرا حديثه بحديثه أنت وأنا وغيرنا من أهل الأرض الآن يستطيعون أن يأتوا بتفسير أبلق أحسن من تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم لكلامه لا الرسول هو فسر كلامه بكلامه قال الحافظ العراقي في ألفيته وخير ما فسرته بالوالدي أحسن ما يفسر به الحديث الوالد الحديث الوالد هذا كلام وحي للرسول عليه الصلاة والسلام وهذا وحي للرسول صلى الله عليه وسلم انتمهوا لهذا واحفظوا أحبابنا يقول لكم بعضهم أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء نقول نعم قال الرسول ذلك صلى الله عليه وسلم وهو الرسول عليه الصلاة والسلام قال الراحمون يرحمهم الرحيم ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء والله لا يقال عنه أهل السماء من أهل السماء الملائكة ما معنى يرحمكم أهل السماء يعني يستغفرون لكم يدعون لكم يستغفرون لكم هذا معنى يرحمكم أهل السماء هذا وحي من الله وهذا وحي من الله والرسول فسر كلامه بكلامه عليه الصلاة والسلام فكلام الرسول ليس معناه أن الله يسكن في جهة فوق وينزل كل يوم ينزل ويطلع هذا لا يجوز على الله فهنا إن سألك سائل ما دام هذا الكلام الرسول قاله وهذا الكلام الرسول قاله لماذا لم يقل هذا دون هذا لماذا لم يقل هذا الذي هو واضح من في الإشكال وترك ذاك لماذا قال هذا الذي يشكل على بعض الناس وبعض الناس على زعمه جعلوه دليلا لهم ليثبتوا أن الله يسكن في جهة فوق وأنه ينزل ويطلع الجواء أن الله تبارك وتعالى يبتلي عباده بما شاء من أنواع الابتلاءات وهذا من جملة ما بترضاه به عباده أن آيات القرآن ليست كلها على نسق واحد وأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كلها على نسق واحد بعض آيات القرآن محكم أي معناه واضح ومن حيث اللغة الكلمة التي فيه ذاته نتكلم عنها معناها واضح ولها معناه واحد وكذلك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بعض كلامه محكم وبعض كلامه متشابه وكذلك القرآن بعض الآيات محكمات وبعض الآيات متشابهات المتشابه إلى أي شيء يرد إلى المحكم ويفسر على وجه ينسج مع المحكم لا يجوز الخروج عنه فهذا ابتلاء من الله الله خالف كل شيء هو خلق الملائكة وهو خلق الشياطين الشياطين ماذا تفعل؟ توسس لبني آدم من خلقهم الله؟ ماذا يقال عن هذا؟ ابتلاء من الله لعباده الله حرم علينا أن نأكل الخنزير مثلا الله خالف كل شيء خلق البقر والغنم والدجاج والطيور وخلق القرادة والخنازير وحرم علينا أن نأكل القرادة والخنازير فمن خلقه الله؟ هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى الآن أليس الناس يأكلون اللحم إذا ذبحوا دجاجة إذا ذبحوا بقرة إذا ذبحوا الخروف أليس يأكلونه؟ هذا الخروف قبل الذبح ليس كان فيه روح ويشعر يحس إذا ضرب يحس وإذا ذبح يحس الرسول عليه الصلاة والسلام قال وليرح أحدكم ذبيحته وليحد شفرته وليرح أحدكم ذبيحته وليحد شفرته التي يذبح فيها معناه فيه إحساس فيه شعور فيه روح الله حل لنا نحن معاشر الآدميين أن نذبح الدجاجة والبقرة ونحوها لنستمتع بأكلها مع أنها تتألم تتألم لما تذبح الله لا يعترض عليه يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء لا يعترض عليه من اعترض عليه يكفر والعياذ بالله كذلك الله تعالى جعل من جملة الابتلاءات هذا الذي ذكرناه ليست كل آيات القرآن على نسق واحد وليس كل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم على نسق واحد اتلاك بالعبار الله تعالى يضحل به كثيرا ويهدي به كثيرا عن أي شيء هذا عن القرآن معناه القرآن بعض الناس يقرأونه يهتدون الذين حملوه على وجهه المراد وبعض الناس يقرأونه يضلون وليس دعوة للضلال لا لكن هم يضلون بسبب سوء أفهامهم كما حصل للوهابية قبل الوهابية محمد بن عبد الوهاب مات سنة 126 للهجرة وإمامهم الذي يسمونه شيخ الإسلام ابن تيمية في سنة 728 ليسوا من السلف هؤلاء قبل هؤلاء حتى في زمن السلف وجد من حمل القرآن على غير المراد منه فضل وأضل غيره واحد كان في عصر السلف اسمه بيان بن سمعان قال الله يقول كل شيء هارق إلا وجه قال معناه أن الله يهلك كل الله يهلك على زعمه ولا يبقى منه إلا هذا الواجه قال الله قال كل شيء هارق إلا وجه وقال العالم شيء يهلك والله شيء يهلك ولا يبقى منه إلا هذا وصار له طائفة يتبعونه تسمى البيانية نسبة إلى بيان بن سمعان أضله الله هذا الرجل وهو على زعمه بماذا استدل على زعمه بالقرآن قال الله قال كل شيء هارك إلا وجهه فهو يهلك كما أن العالم يهلك ولا يبقى منه إلا هذا الله سبحانه وتعالى كما تعرفون في القرآن وفي الحديث من أسمائه جاء المصور ومعنى المصور خالق الصور فلا صورة له لا جسم له لا شكل له لا هيئة له الله سبحانه وتعالى معرفته لا تكون بالتصور كما تقول الوهابية يقولون كيف نعبد شيئا لا نستطيع أن نتصوره الجواب معرفة الله لا تطلب بالتصور معرفة الله باعتقاده موجودا لا يشبه شيئا من خلقه هذا أساس معرفة الله اعتقاد أن الله موجود ولا يشبه شيئا من خلقه بأي وجه من الوجوه هذا أساس معرفة الله تقول الوهابية يقولون نحن معظم الله بذلك نقول هو في جهة العرش على زعم هذا تعظيم لله جواب أهل السنة أعظمت الله أنه لا يشبه شيئا والعبرة عند الله تبارك وتعالى ليس بعلو المكان حتى عند الناس عند الناس العبرة بعلو المكان يعني إذا كان الأمير يسكن تحت والحارس الذي يحرصه يسكن فوقه الذي له اعتبار أكثر عند الناس من الأمير أم الحارس الأمير والزاكن الأمير تحت والحارس فوق من له اعتبار أكثر عند الناس الأمير وحتى عند الناس العبرة ليس بالكون في مكان أعلى لا الرسول الآن أين هو صلى الله عليه وسلم أين هو في المدينة المنورة وأين في المدينة المنورة تحت الأرض الله يخزقنا رؤيته جميعا أين الملائكة الحاففون حول العرش في أعلى مكان من أفضل عند الله الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم وكم المسافة بين الرسول وبين هؤلاء الملائكة من حيث الارتفاع هم متفعون أكثر من حيث المكان يعني الله أعلم بهذه المسافة كم هي ألاف من السنين من أفضل عند الله رسول الله صلى الله عليه وسلم هم جعلوا اعتبار الأفضلية يعلو المكان وكلامه هذا باطن فاسل الله موجود بلا جهة ولا مكان ومعرفته لا تطلب بالتصور قال عليه الصلاة والسلام فضو هذا الحديث رواه أبو القاسم الأنصار قال لا فكرة في الرب ما معنى لا فكرة في الرب ممنوع أن يحاول العبد أن يقول أريده أن أحاول أن أتصور ربي ممنوع هذا لأن الله ليس شيئا متصورا لا تدرئه الأبصار وهو يدرئ الأبصار قال الله تعالى يعني أتمنى أن تحفظ كل هذا الكلام لأنه كله مهم قال الله تعالى وأن إلى ربك المنتهى وأن إلى ربك المنتهى فضو هذا قال الله تعالى وأن إلى ربك المنتهى قال أبي بن كعت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه ينتهي فكر من تفكر قال إليه ينتهي فكر من تفكر قال شيخنا الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله إليه تنتهي أفكار العباد فلا تصل إليه إليه تنتهي أفكار العباد فلا تصل إليه هذا استبدال بالقرآن في محله وأن إلى ربك المنتهى إليه ينتهي فكر من تفكى الله معرفته لا تطلب من التصور الله ليس شيئا متصورا ليس شيئا يتمثل في القلب المتصور مخلوق الجنة تتصور مخلوقة ما دخلناها الله يرزقناها ما دخلناها لكن إذا واحد مننا تصورها ما عليه ضرر العرش متصور مخلوق ما رأيناه لكن إذا واحد تصوره ما عليه ضرر أما الله سبحانه وتعالى فليس شيئا متصورا ليس شيئا متمثلا في القلب يعني باللغة العامية ليس شيئا نتخيله في قلوبنا بالعامية التصور يقولون عنه التخيل ليس شيئا متمثلا في القلب الله سبحانه وتعالى الله تعالى يثبتني وإياكم على عقيدة التنزيل على عقيدة أهل السنة والجماعة التي هي عقيدة الرسول وعقيدة كل النبيين وعقيدة كل المسلمين الصحابة كل التنزيل فهموه من قول الله تعالى ليس كمثله شيئا من هذا فهموا كل التنزيل من قول الله ليس كمثله شيئا ومعروف أننا بفضل الله من أول ما يأتي الولد إن كان ذكرا كانت أنفا ماذا نحفظه قال الله تعالى ليس كمثله شيئا حتى بعض الناس إذا سمعوا شخصا يقولوا هذا يقول له أنتحبشي هذه آية في سورة الشورى أخبرني رجل في مدرسة في بيروت في الطريق الجديد اسمها البر والإحسان فكان الذي يدرسهم شيخ جئ به من مصر كانوا يأتون ببعثة أزهرية من مصر تدرج في المدارس الرسمية الدين فهذا الشيخ قال من منكم يعرف معنى قول الله تعالى الله نور السماوات والأرض فتصدى لهذا أخونا بارك الله فيه هذا الشاب الذي تعلم العقيدة عند الشيخ عبد الله رحمه الله قال نعم أنا أعرف قال قل قال 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 عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الله هادي الملائكة وهادي المؤمنين من أهل الأرض من الإنس والجن لنور الإيمان قال لهذا أنت حبشي يا وان ماذا قال أخونا قال ما قال أبن عباس ابن عباس حبشي لا أبن عبشي لكن أخونا نطق بالحق جزاه الله خيرا واحد لأحبابنا دكتور جائل الشيخ عبد الله الهراري في حياته رحمه الله قال له يا شيخ كنت في الحج وأثناء الطواف رأيتم رأة تطوف ورقبتها تظهر أنتم تعرفون أن الطواف كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بمنزلة الصلاة غير أن الله أحل فيه المنطق يعني يجوز أثناء الطواف أن تتكلم له بكلام الناس ويجوز أن تأكل وتشرب لكن ليس مستحسنا لكن بمنزلة الصلاة من حيث إنه لا يصح إلا مع الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر وستر العورة كما الصلاة جزتر العورة ما هي عورة المرأة جميع بدنها مع عدى الوجه والكفين فرأى أمرأة تطوف وعمقها ظاهرة قال لا يا حجة لا يصح هذا لابد أن تستري رقبتك قالت له ما عليش يا ابن شوب هون قالت له حر هنا قال له قال لا لا لو حر لا يجوز لابد أن تستري قالت له ما ظاهر حبشي طلعت من لبنان وتسمع الجماعة الشيخ عبد الله الهرري أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وماذا يقول لها يقول لها الحق ويريد لها الخير وينصحها لله تعالى هل يسهل على نفسنا أن نكلم إنسانا عادة لا نعرفه في شيء عمله من الأشياء الفاسدة لا يسهل عادة على النفس هو يكسر نفسه ليكلم امرأة لا يعرفها نصيحة لله فقالت له أنت حبشي فقال له الشيخ عبد الله رحمه الله لك الشرف لك الشرف لك الشرف إنه ماذا فعل فعل خيرا بارك الله فيه فصال معروف عند بعض الناس إذا واحد سألك في لبنان كيف حالك فإذا قلت الحمد لله يقول حبشي الأخ لأنك قلت الحمد لله فقط لأنك أتيت بلخط الجلالة على الوجه الصحيح ماذا فعلنا أتينا بلخط الجلالة على الوجه الصحيح يسخرون منا ونحن تمسكنا بالحق الكفر يا أحبابنا في لبنان وفي سوريا وفي الأردن وفي فلسطين وفي كثير من بلاد المسلمين صار كشرب الماء الكفر صار كشرب الماء أختم لكم بهذه الحادثة الشيخ عبد الله كان أتاه رجل هداه الله تعالى تعلم عند أحبابنا رجل كبير في السن يقال له الحاج أبو رامز فالشيخ عبد الله أحيانا في بعض المجالس يكون يدرس يحضر بعض العوامل من أهل البلد فيقول له يا حاج أبو رامز ماذا كنتم تقولون قبل أن تتعلموا حدثهم حتى يعرفوا فقال له يا الله يا شيخ كنا إذا واحد مننا رأى صاحبه يقول والعياذ بالله أخت ربك اشتؤنا لك يكفروا وهو مشتاق له يعني ليس على سبيل الغضب على سبيل السرور يعني عند الغضب يكفرون وعند الفرح يكفرون من خلصهم من هذا بفضل الله شيخ عبد الله وجماعته الذين علمه ماذا فعلوا ما فعلوا بهذا إلا خيرا جزاه الله خيرا وجزاته الله خيرا الله يثبتنا وإياكم على عقيدة أهل السنة والجماعة ويتوفانا على هذه العقيدة ويحشرنا عليها ويحشرنا عليها اغنقى أن يعقى هذه العقيدة ويحشرنا عليها هذه再來 شخص أن ن Clinic إن جزة الله خيرا مفت económية هو الشخص كان factولد أن مشابعا aina بح 넣ؤد أنا شخص ب nied sin اول شخص utilis لذي يلقي شخص وفي ايضا بالكلمة اوه بادي حى ايستشان حيائيا حيائيا انتظار و لكن لا دواء ايستشان اوه بادي مكناسب ايستشان اوه ذا انه ي Lalοι اولا اوه بادي اوه بادي اوه بادي ترجمة نانسي قنقر 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 c'est lui qui a créé les terres et les cieux et ce qu'il y a entre les terres et les cieux c'est lui qui a la puissance et c'est lui qui pardonne les péchés ça c'est un dua en arab qui a beaucoup de privilèges donc c'est Allah qui maintient le trône là où il est et si ce n'était pas la puissance de Allah il serait descendu de haut vers le bas et donc le trône c'est la plus grande des créatures que Allah a créé Allah n'a pas créé plus grand que le trône et s'il avait voulu cela il aurait créé plus grand que le trône et on ne dit pas que le trône s'étend à l'infini il a des dimensions mais c'est la plus grande des créatures, Allah l'a créé pour manifester sa puissance car il y a autour du trône des anges qui font les tours rituels dont le nombre est très très grand à chaque fois qu'il voit le trône ils ont davantage de certitude de la perfection de la puissance de Allah à la base ils n'ont pas le doute concernant la puissance de Allah mais en voyant cela ça renforce leur foi et ils vont davantage glorifier Allah c'est pour ça que l'imam Ali a dit que Allah a créé le trône pour manifester sa puissance et il ne l'a pas créé pour s'asseoir dessus donc il est impossible rationnellement qu'Allah soit un volume ou qu'il ait une forme qui se déplace d'un endroit à un autre on ne dit pas qu'Allah se déplace du haut vers le bas comme le prétend les wahhabites ça c'est contraire à la croyance du prophète est contraire à la raison puisqu'Allah il existe de toute éternité sans endroit et sans direction et tous les musulmans disent et connaissent cette expression disent louange à celui qui fait changer et ne change pas exempt de toute imperfection celui qui change celui qui fait changer et qui est exempt et qu'on ne peut pas lui attribuer le changement car le changement c'est la plus grande des marques de ce qui a changé et créé Allah c'est lui le créateur donc lorsque la personne vous dit le prophète a dit il va lui le traduire littéralement et incorrectement il va prétendre que Dieu descend que d'après lui Dieu va descendre et va dire est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le pardon et je vais lui pardonner on va lui répondre on va lui dire on ne va pas trouver plus éloquent et plus clair et correct que l'interprétation du prophète Mohammed parce que dans un autre hadith rapporté par Amnassay dans son livre Amal Yaoum Al-Layla lorsque passe la première moitié de la nuit il ordonne à un ange de descendre et de dire aux gens votre créateur votre créateur vous dit demandez pardon et il vous pardonnera donc la descente c'est qui qui descend c'est l'ange ce n'est pas ce n'est pas attribué à Allah car Allah n'est pas un corps c'est pour ça que Al-Hafuq al-Gharaqi dans son livre concernant les règles du hadith il a dit la meilleure parole pour interpréter la parole du prophète ou un verset du Coran c'est ce qui était rapporté et confirmé dans la religion comme verset et comme hadith également si quelqu'un vous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit soyez clément envers ceux qui sont sur terre et eux ils vont dire Allah tabarakah wa ta'ala qui est dans le ciel d'après eux va être clément envers vous et bien on va dire il y a une autre version de ce hadith dans lequel ceux qui sont clément Allah tabarakah wa ta'ala est clément envers eux soyez clément envers les gens qui sont sur terre alors ceux qui habitent dans le ciel ceux qui habitent dans le ciel vont être clément envers vous c'est à dire ils vont invoquer Allah tabarakah wa ta'ala et demander le pardon de Allah en votre faveur donc ce qui est entendu ici c'est les anges et non pas de dire que Allah tabarakah wa ta'ala il est dans le ciel donc la parole du prophète alayhi wa sallam c'est elle qui donne la bonne interprétation et non pas les interprétations littérales de les anthropomorphismes les anthropomorphismes alors si quelqu'un vous pose la question et vous dit s'il y a deux versions une qui peut être ambiguë et l'autre qui est claire pourquoi est-ce que le prophète alayhi wa sallam n'aurait pas directement dit la version qui est claire alors la réponse c'est qu'Allah tabarakah wa ta'ala éprouve sa créature par ce qu'il veut des genres d'épreuve il y a des versets du cor'an qui sont clairs et il y a des versets du cor'an dont l'apparence peut donner l'illusion que Allah ta'ala aurait une forme ou qu'il se déplacerait ou qu'il serait dans un lieu mais qu'on a dit la règle c'est quoi c'est que ce qui est apparemment équivoque soit toujours ramené et interprété en accord et en harmonie avec les versets qui sont clairs on va dire aussi Allah ta'ala il a créé les anges qui sont tous des saints qui ne choisissent que l'adoration de Allah et il a aussi créé les diables les diables qui vont influencer les personnes dans le mal on dit également cela c'est une épreuve Allah ta'ala il a créé les animaux qu'on peut manger et il a créé aussi les animaux qu'on n'a pas le droit de manger comme les porcs et les singes ça c'est aussi une épreuve que Allah ta'ala nous a mis sur cette terre donc le changement c'est le plus grand signe qui montre que ce qui a changé est créé par Allah ta'ala j'ai fait un lapsus donc Allah ta'ala il a créé par exemple ce mouton et il a fait que ce mouton a une âme et qu'il sent qu'est-ce qu'il a dit le prophète que la personne lorsqu'elle sacrifie cet animal qu'elle le soulage et qu'elle éguise son couteau c'est-à-dire que c'est une preuve que cet animal en réalité il ressent et il souffre mais Allah ta'ala a voulu qu'il ait licité pour nous qu'on écorce une vache une poule pour la manger alors qu'elle elle souffre et ça aussi c'est une épreuve Allah ta'ala c'est le créateur et donc il fait de nous ce qu'il veut donc aussi la parole du prophète et certaines paroles qui peuvent être dans le sens apparemment peut-être ambigu mais ce que Allah ta'ala a guidé il va les guider pour apprendre la religion et donner la bonne interprétation d'ailleurs il y a un verset du Coran dans lequel Allah ta'ala dit c'est-à-dire que il y a certains versets du Coran que certains ont mal interprété et c'était une cause pour eux pour aller à l'également et aussi avec les versets du Coran beaucoup de gens ont été guidés mais ça ne veut pas dire que le Coran c'est un appel à l'également non c'est les gens en fait qui ont mal interprété qui n'ont pas suivi l'enseignement du prophète qui vont être égarés Mohammed Ibn Abdi Wahhab Ibn Taymiyya qui est mort en l'an 728 de l'Egyr il ne fait pas partie de Salaf malgré cela il y a des gens déjà du Salaf qui ont mal compris le Coran et qui sont tombés dans les garçons il y avait une personne qui s'appelait Bayan fils de Sam'an il a lu le verset du Coran il a dit tout va s'anéantir tout va s'anéantir il a dit y compris Dieu il a dit il restera sauf le visage de Dieu qui ne va pas être anéanti et ça c'est un égarment qui est clair et malgré cela il y a des gens qui l'ont suivi dans cet égarment qui s'appelle à la base ils ont mal interprété un verset du Coran donc toujours on doit se rappeler que parmi les noms de Allah c'est c'est celui qui crée les formes et donc il est impossible qu'on lui attribue la forme la connaissance de Allah c'est pas par l'imagination les wahhabis ils ont un problème avec ça ils disent comment est-ce qu'on peut adorer ce qu'on n'arrive pas à s'imaginer alors on va leur dire la connaissance de Allah l'ultime connaissance de Allah c'est qu'il ne ressemble au bien de ce qu'il a créé et ça c'est vraiment c'est ça la glorification de Dieu les wahhabis vont prétendre que lorsqu'ils disent que Dieu il est dans la direction du ciel c'est ça glorifier Allah alors qu'un sunnah ils disent glorifier Allah c'est en ayant la conviction qu'il ne ressemble pas à sa créature d'être dans la direction du haut ce n'est pas une glorification pour Dieu mais c'est une insulte et d'être dans la direction du haut n'implique pas toujours qu'on a un rang supérieur vous pouvez voir que le roi il est en bas et ceux qui le surveillent ils sont plus haut que lui en distance donc d'être dans la direction du haut n'implique pas le rang également la meilleure des créatures le prophète Mohammed où est-ce qu'il est enterré ? il est enterré à Médine et les anges ils sont tout en haut dans les cieux une très grande distance ne les sépare malgré cela le prophète Mohammed il a le plus haut des rangs donc on se rappelle le hadith du prophète qui a été rapporté par Aboul Qasim à l'ansari qu'il est impossible de le connaître par la réflexion il est interdit que la personne essaye de réfléchir ou de s'imaginer pour connaître la réalité de l'être de Allah et Allah et Allah il a dit il a dit que s'agissant de Allah que va se terminer la réflexion de toute personne qui réfléchit notre chèque il a dit que les réflexions des créatures il est impossible qu'ils atteignent la connaissance de la réalité de Allah donc Allah n'est pas quelque chose que l'on peut s'imaginer la personne elle peut s'imaginer ce qui est créé elle peut s'imaginer l'enfer le paradis le trône mais Allah le créateur on ne peut pas le connaître par l'imagination on demande à Allah de nous maintenir sur la croyance du prophète Muhammad et d'être sur le chemin des compagnons qui ont compris l'importance d'exempter Allah de ressembler à sa créature toute cette compréhension c'est de la parole de Dieu c'est à dire rien n'est tel que Allah et ça c'est ce qu'on enseigne aux jeunes enfants pour qu'ils grandissent sur la bonne croyance mais il y a beaucoup d'ignorants à notre époque qui critiquent cela à cause de leur ignorance il a raconté qu'il y avait une école au Liban qui s'appelle Birou al-Ihsan il y avait un égyptien qui venait de l'Azhab et il a posé la question il a lu un verset du Qur'an Allah et il a dit est-ce que quelqu'un connaît l'explication de ce verset du Qur'an alors un jeune un jeune enfant s'est levé il a dit Abdullah fils de Abbas a dit c'est lui qui guide les anges et c'est lui qui guide les croyants parmi les êtres humains et les djinns à la lumière de la foi alors tout de suite il a reconnu l'enseignant il a dit toi tu fais partie des élèves du Cheikh Abdullah mais bien sûr il a utilisé avec une expression des fois que certains utilisent de manière péjorative aussi il y avait une personne pendant le pèlerinage autour de la Kaaba parmi les élèves du Cheikh il a vu une femme qui faisait des tours rituels autour de la Kaaba en ayant le coup découvert et vous savez que le prophète alayhi salatu wassalam il a dit que dans les tours rituels la personne c'est une condition comme dans la prière d'avoir la purification et de couvrir la zone de pudeur et donc la femme n'a pas le droit de découvrir le coup alors il l'a il l'a conseillé elle lui a dit il fait chaud il lui a dit mais même s'il fait chaud tu dois couvrir sinon c'est pas valable alors elle lui a dit toi vraiment tu es sûrement un habashi tu es sûrement un des élèves du Cheikh pour le critiquer mais lui qu'est-ce qu'il a fait il a fait que suivre l'enseignement du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam ordonner le bien et blâmer le blâmable donc lorsqu'il a rapporté cela à notre Cheikh le Cheikh lui a dit tu as l'honneur tu as l'honneur d'être dans l'obéissance et de suivre la voie de l'ahle le sunnah ou le jama' également au Liban quand quelqu'un te dit comment comment vas-tu si tu dis alhamdulillah en prononçant le nom de Dieu correctement il va tout de suite te dire ah toi tu es habashi tu suis le Cheikh il dit ça par moquerie mais si la personne elle s'agrippe à la vérité c'est un honneur pour elle et le plus important c'est d'être sur les traces du prophète Muhammad salatu wassalam car dans beaucoup de pays la mécréance pour eux c'est devenu comme de boire une gorgée d'eau le Cheikh Abdullah quand il donnait ses leçons il demandait souvent à Haji Abou Rahm est-ce qu'il est une personne âgée il disait dis aux gens sur quoi vous étiez avant d'apprendre il disait avant d'apprendre quand on rencontrait une personne on lui dit ah toi la soeur de Dieu vraiment tu m'as manqué donc juste même quand ils sont contents ils insultent Allah au moment de la colère ils insultent Dieu et au moment de la joie ils insultent Dieu et c'est par la cléence de Allah qui a fait qu'on a rencontré ce grand Cheikh qui nous a enseigné le Tawhid et qui nous a mis en garde on demande à Allah de nous maintenir sur la voie du prophète et à l'avenir à l'avenir ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر